نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا هنا في الستوديو الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي وأيضا معنا مباشرة من الرياض الكاتب والباحث لاقتصادي طارق الماضي ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفسارتكم على تويتر وفيسبوك ولكن دعونا قبل البدء بالحوار نستعرض أولى ردود فعل أسواق الخليجية بعد الإعلان عن ترقية تصنيف الإمارات وقطر مع المحل الألمالي جمال عجاج يعني ردة فعل السوق لم تكن بالشكل الذي كان يتوقعه بعض المستثمرين البعض كان يتوقع ردة هذه الفعل نتيجة أن الفترة كانت طويلة جدا في عملية الترقية استغرقت أكثر من أربع سنوات وبالتالي كان هذا الردة الفعل نوعا ما تعتبر طبيعية جدا وخاصة في ظل أن الأسواق تشهد نوع من النشاط الجيد خلال هذه الفترة ونرى حجام تداول جيدة وارتفاعات تعتبر مقبولة ومطمئنة بالنسبة للمستثمرين وبالتالي كانت الردة الفعل تعتبر نوعا ما حدودة إلا أن ذلك أعطى دافع لأداء الأسواق خلال الفترة المقبلة الآن نأمل أن يكون التأثير غير المباشر خلال الفترة المقبلة وليس هذه الفترة مما يعطي دفع للسوق باستبرار عملية التحسن خلال الفترة المقبلة إن شاء الله إذن نتابعنا أولى ردود الفعل من سوق الأوراق المالية بأبوظبي إذن بداية مساء الخير عليك سيد راشد كما تابعنا ردود الفعل الإيجابية ولو كانت بنوعا ما متواضعة كما أشار المحلل الاقتصادي لكن بداية نود أن نعرف ماذا يعني رفع التصنيف إلى أسواق صاعدة لكل من الأسواق هنا في أبوظبي ودبي وأيضا الدوحة بسم الله الرحمن الرحيم بس أحب عقب على فكرة أن ردة الفعل كانت بسيطة لأننا ما كنا متوقعين ردة الفعل تكون لحظية الأربع سنوات اللي نتكلم عنها كنا نتكلم على تطوير قوانين مثل البيع المكشوف مثل صانع السوق فأنت تعد قانون جديد من سكراج مثل ما يقولون ثاني شيء تقدم خدمات في السوق خدمات مثلا من المعايير القبول في أسواق ناشا أنك تخلي المعلومة متوفرة هذه الكلمة بحاجة إلى تطوير في البنية التحتية بحاجة إلى تطوير في الوبسايت في الموقع الإلكتروني بحاجة إلى تطوير في كذا شغلة بحيث أنك توصل معلومة من السوق إلى متعاملين بالسوق بطريقة لحظية وبطريقة سهلة يعني الأربع سنوات كانت فيها نوع من التطوير وكان فيها نوع من تقديم خدمات أفضل في أفضل وكنا متوقعين حتى قبل لا تطلع النتيجة أن ردة الفعل ما تكون لحظية يعني أنت ما تتوقع اليوم دخلت المسي آي ثاني يوم تشوف سيولة من الدفقة لا هذه بحاجة إلى أن المستثمر يعرفنا هي مسألة طيب قبل الخوض في كلها التفاصيل وندخل فيها بشكل مسأب خلال الحوار لكن يعني همنا أن نعرف ماذا يعني رفع التصنيف إلى أسواق صاعدة المسي آي كونك أنت تسعى أنك تكون سوق ناشئ في المسي آي معناتها أنها هاك في معايير المعنى الأولى لأنك تتطور من إجراءاتك وتطور من قوانينك وتطور من لوائح الموجودة عندك معنى آخر لقصدها أنك كونك تكون في سوق ناشئ أنت تكون مطور قوانينك بحيث أن تتماشى مع البرائتس أو اللي يعملوه في الأسواق المتطورة والعالمية الشغلة الثانية تعملك نوع من البروموشن نوع من الدعاية للسوق وتعملك نوع من الدعاية للدولة يعني جتنا ردود من جميع نحال العالم يستفسرون على موضوع المسي آي ثالثا على المدى البعيد نتكلم على المسي آي يعني الرفع التصنيف في الأسواق ثالثا نتكلم على المدى البعيد تدفقات سيولة في الأسواق المالية يعني هذا يعتبر ميزة إضافية أن حسب توقعات HSBC متوقعين حوالي مليار درهم تدفق في سوق بوظبيلة وراق المالية وسوق دبي هذه تعتبر الأشياء الإيجابية التي نسعى لها ما الذي تم عمله يعني حتى يتم الرفع هذه الأسواق في التصنيف حتى تكون أسواق صعيدة ما هي المعايير المعتمدة للرفع التصنيف في معايير تتماشى معها أو تكون تطلبات السيولة لازم تكون السيولة مرتفعة بحوالي 898 مليون دولار وعلى لازم تكون الأسهمة المتاحة موجودة هذه الأشياء التي نحن كسوق مدنة تعلق فيها نرتبط فيها بشكل مباشر في أشياء ثانية نحن كسوق ممكن أو سويناها قد طورنا من الخدمات الموجودة عندنا على سبيل المثال التسليم مقابل الدفع الـ DVP كانت واحدة من المشاكل التي خلت القرار يتأخر فقمنا في السنة الأخيرة ركزنا فقط على موضوع سأرجع لك بهذا النقطة بالتفصيل وما الذي عملتم به فيما يخص التسليم مقابل الدفع واللي كان عائق العام الماضي أذهب إلى سيد طارق الماضي من الرياض الكاتب والبحث الاقتصادي بداية مساء الخير سيد طارق هل لهذا القرار وأيضا رفع أسواق الإمارات وأيضا قطر إلى مصاف الأسواق الصاعدة تأثير على الأسواق بشكل عام في المنطقة خاصة منطقة الخليج أولا داني أعطي تعريف بسيط خاص فيه ماذا يعني هذا إدخال هذه الأسواق في المؤشرات تعني أن هذه الأسواق حصلت على معايير معينة من الشفافية والإفصاح والمعايير التي تتوفق مع هذا المؤشر ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن أصحاب أو من يراقبون هذا المؤشر من المحافظة الكبيرة الدولية طبعا سوف يكون هذه الأسواق بالنسبة لهم مغرية بمعنى أن هناك سيولة سوف تتوجه إلى هذه الأسواق عندما يقومون مدراء هؤلاء هذه المحافظ بإعادة توزيع محافظهم مع احتساب قيمة هذه المحافظة بالتأكيد أن دخول الإمارات ودخول قطر سوف يكون دافع بالنسبة لبعض الدول الأخرى ومنها السعودية أن تحاول أن ترفع المعايير التي لديها حاليا لمحاولة الدخول لهذا المؤشر لأنه يعطي فعلا إشارات أيجابية بالنسبة للمستثمرين الخارجيين بالنسبة للسوق المالي بعد أن يتم رفعه من سوق ابتدائي إلى سوق ناشر فبالتالي نعم حتى عندما يتم طرح مسألة تغيير دولة أو شيل دولة من هذه المؤشر كما انتشر قبل أيام عن مصر أنه سوف يتم إزالتها من هذه المؤشر بالتأكيد سوف يكون هذا مؤشر سلبي إذن أنا أعتقد أنه حتى الدول الخليجية التي لم تدخل وجود قطر ووجود الإمارات بعد هذه الأربع السنوات سوف يكون دافع لها لتعجيل الإجراءات الخاصة بالتوافق مع هذه المعايير وهذا شيء جيد نعم ماذا عن السعودية وهي أكبر سوق مالي في المنطقة لماذا لم ترفع تصنيفها فيما يتعلق بالأسواق الصاعدة كما قلت لكن هذه معايير إذا كانت الإمارات وقطر استغرقت أربع سنوات لدينا بعض المعايير التي الآن يتم حاولة التوافق معها ومنها السماح للأجانب الغير موجودين في السعودية بالعمل في السوق السعودية من خلال آلية محددة ومعايير محددة تتوافق مع هذه المؤشرات العالمية القضية ليس قضية اختيارية ولكن مجموعة من المعايير أحيانا يحتاج إجتيازها إلى تعديل في النظم والقوانين الموجودة في نفس الدولة التي تسعى إلى الدخول في هذا المؤشر أو حتى مؤشرات أخرى واضح أن لدينا أنهم يتجهون نفس الاتجاه هذا ولكن أيضا واضح أن هناك بعض المعايير ما زالت في طور التخطي أيضا أثرت نقطة جدا مهمة أذهب بها إلى سيد راشد فيما يتعلق بالثقة المستثمرين العالميين بعد أن دخلت طبعا الدوحة وأيضا الإمارات في مصاف التصنيف الجديد لها هذه الثقة كيف يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات خلال العوام المقبلة مثل ما قلت لك قبل شوية أن بناء على دراسة قامت بها HSBC التوقعات أنها تنضخ مليار درهم في أسواق بوظبي ودبي هذه تعتبر خطوة إيجابية وتعتبر إن شاء الله بتزيد عندنا سيولة في سوق بوظبي لاحظنا حتى في الفترة الأخيرة أنه كان فيه كلام أو فيه كان تفائل من بعض المستثمرين خصوصا لجانب أنه بيتم ترقية سوق بوظبي ودبي إلى أسواق ناشئة فلاحظنا في الفترة الأخيرة أول آخر خمس شهور من السنة هذه لاحظنا خمسة آلاف مستثمر جدد فتحوا حسابات في سوق بوظبي من الخمسة آلاف نتكلم على ألف ومئة مستثمر خلال خمسة شهر خلال خمسة شهر الماضية لاحظنا أنه ألف ومئة مستثمر شو العوامل أنه يكون الزيادة الكبيرة هذه في أعداد المستثمرين يعني خمسة آلاف خلال خمسة شهر طبعا السوق تحسن والحمد لله الاقتصاد مستمر في النمو وهذا يعتبر شيء يميز دولة الإمارات يميز بوظبي أن اقتصادنا في الفترات الصعبة مستمر في النمو شركاتنا قدمت نتائج جدا إيجابية على سبيل المثال وزعت 2012 الأرباح النقدية 17 مليار درهم تكلم على الأسواق الموجودة في سوق بوظبي إلى وراق المالية الثقة بدأت ترجع وهذه العوامل جذبت الاستثمارات أكثر للأسواق المالية بالإضافة لهذا عندنا العوائد في البنوك على الودائع خفضة الفائدة السنوية بدأت تنزل والسندات عائدها بدأت ينزل فأصبحت الأسواق المالية أو الأسهم هو الملاذ الأفضل في الاستثمار نعود لنقطة التسليم مقابل الدفع يعني كانت هذا عائق أمامكم من العام الماضي ما الذي عملتم به لتجاوز هذه المشكلة؟ قبل سنة قطعا أو أتممنا كل المعايير مطلوبة مننا عن ضيق المسي آي فوصلنا إلى مشكلة وحدة اللي هي مشكلة DVP التسليم مقابل الدفع فهذه طلعتنا مشكلة أن المخاطرة كانت على عاتق البايع فعملنا بتطوير هذه المخاطرة وحولناها إلى المشتري فبهالحالة هذه نكون تماشينا مع المعايير العالمية الدولية فكنتيجة لهالتغيير هذا والهالتطوير تم قبولنا في المسي آي نعم أذهب أيضا بالحديث عن العودة الثقة مرة أخرى إلى الأسواق الخليجية بعد سنوات التذبدب يعني هل ما يحدث مؤشر على عودة الثقة مرة أخرى سيد طارق لأسواق الخليج أم ماذا في رأيك؟ أنا لا أحاول دائما أن أربط ما بين حركة الأسواق إيجابا أو سلبا أو حركة التذبذبات الحادة بالمعايير التي يجب أن تتوافق معها الأسواق في جميع الحالات يعني بما معنى أن عملية الإفصاح ودقة الإفصاح وصحة الإفصاح بالنسبة لشركات أي سوق مالي لا يجب أن تكون تربط مثلا أن يكون السوق سلبي أو إيجابي الانضمام إلى بعض المؤشرات العالمية المعروفة هذا يعطي ثقة في السوق بغض النظر عن الحركة الإيجابية أو السلبية للسوق بل بل على العكس الانضمام ورفع مستوى الآداء والشفافية في الأسواق المالية يساعد على إعطاء المزيد من الثقة مما يجنبها في المستقبل حالا من التذبذبات الغير منطقية التي تسود في بعض الأسواق الابتدائية والناشئة لذلك سميت بهذا الاسم لذلك أنا تعليقا على ما قيل في بداية الحلقة أنا أساسا لا أتوقع أحيانا عندما تكون تغيرات مثل هذه في هيكلة السوق أو في انضمامه لمؤشرات أن يكون هناك ردة فعل سريعة على الأسواق المالية لأن هذا لن يكون شيء منطقي لأن التأثير سوف يأتي مع دخول السيولة الزائدة الإضافية التي لم تكن متوفرة مع الدخول لذلك الحركة اليومية أو الحركة الوقتية للسوق لا أعتقد أنها تتأثر بهذه الأخبار بشكل سريع ومباشر نعم ماذا عن ما يعرف بصندوق المالي كبير لضبط التوازنات متى سنرى صانع السوق على غرار الأسواق العالمية هنا في الخليج وما دور مثل هذا الصانع لإدارة وأيضا ضبط العملية التنظيمية لأسواق المال حقيقة أنا لا أؤمن بصانع السوق أو بعبارة صانع السوق أو لا أؤمن أساسا بالتدخل في الآلية الخاصة في السوق في أي سوق مالي بمعنى أنه أي سوق مالي يجب أن يكون خاضع لمعيار العرض والطلب ولكن أن عملية التدخل لضبط أو تحديد أسعار عادلة أو تحديد أسعار متوازنة من وجهة نظر من يقوم بتحديد ذلك أو يحاول أن يتحكم بذلك هذا هو تحكم في قوى العرض والطلب بمعنى أن السوق لن يكون حور دور الهيئات الرقابية من وجهة نظر الشخصية أن تحاول أن تضمن أن قوى العرض والطلب الموجودة في السوق هي قوى طلب وعرض طبيعية لا يتم التحكم فيها من أي مضاربين أو من أي تكتلات معينة إذا كانت هذه القوى طبيعية فهي سوف تعطي في الأخير الوزن الحقيقي للسوق والحركة الصحيحة للسوق والحركة الصحيحة للأسعار لكن ثبت تاريخيا أن أي عملية تحكم منطقية أو مساندة أيجابية أو سلبية للسوق تكون لفترة مؤقتة ثم تنعكس بشكل غير إيجابي على المدى المتوسط والطويل على أي سوق مالية يعني أنت ترى أن أي محاولة لضبط التوازنات في سوق يعني لفترة مؤقتة ثم تنعكس بشكل سلبي على هذا السوق ما رأيك فيما قاله سيد طارق سيد رحش والله ما احترامي شديد الأخ طارق صانع السوق هي جهة تخلق نوع من الاستقرار والضخ سيولة في بعض الحالات يعني نحن ما نتوقع أن هذا السوق طالع طروع غير طبيعي أو نازل نزول غير طبيعي يدخل صانع السوق ولكن مرات في تنخفض السيولة لأسباب مختلفة منها يمكن عدم موجود مستثمرين كافين أو لسباب الأخر لا توجد سيولة على سهم منعين فمن المتعارف عليه عالميا أن جهة مالية تدخل في هذه الحالة وتخلق نوع من صناعة السوق تعمل نوع من الاستقرار وتعمل نوع من توازن وتخلق سيولة في هذه هل هناك رغبة أو رؤية مستقبلية لإيجاد صانع السوق بالنسبة للأسواق الخليجية كقانون تم إشاء أو تم صدار قانون على طريق الهيئة الأولاق الموالية والسلع في الإمارات والقانون أوردي موجود عندنا والأسواق حاليا تعمل الأنظمة والإجراءات والتقنية المعينة والنسق مع بعض الجهات اللي الراغبة في أن تكون أو تلعب دور صانع السوق في الأسواق يعني الدخول الآن في التصنيف الجديد أتى بعد تجربة الأزمة يعني على الصعيد التنظيمي وأيضا إيجاد الحلول وأيضا إيجاد آليات تمنع حدوث هذه الانهيارات الحد فيما يتعلق بسوق الأوراق من هذه الناحية التنظيمية ما الذي استفدتم منه؟ طبعا بعد الأزمة استفدت من أمور كثيرة الأزمة أعطتنا فرصة أن نراجع جراءاتنا السابقة كنا نمشي على وطيرة جدا سريعة في التطوير فالأزمة أعطتنا فرصة أن نراجع مبدأ الأفصاح والشفافية فبعد الأزمة تم تعريف حوكمة الشركات وتم تطبيق حوكمة الشركات وتم تطبيق معايير واضحة على حوكمة الشركات وكان هدف منها تعزيز أو تحديد العلاقة بين المساهمين والشركة المساهمة العامة تم اعداد إجراءات داخلية مثل الـ XPRL وهي نقل معلومة من الشركة إلى المتعاملين بالشركة بطريقة سريعة وألكترونية هناك قوانين كثيرة استدرت في الفترة هذه صانع السوق، توفير السيولة، الإكوتيتي بروفايدر، إقراض واقتراض، البيع المكشوف الفترة الأخيرة طلعت الأذونات المغطلة، هلي ورنتس وحقوق الابتتاب ست قوانين طلعت السنة هذه فهذه الأمور، الأزمة أعطتنا فرصة أن نعدل أو نعمل تونيك أب أو نطور من الإجراءات الداخلية في السوق ونقدم خدمات أفضل المتعاملين بالسوق والهيئة من طرفها بدأت تطلع قوانين هذا الموضوع نعم، نقاط مهمة، ست نقاط منها صانع السوق أيضا ترقية السيولة وأيضا الإقراض يعني هذه الآليات صيد طارق أو الإجراءات لأي مدى تعتقد أنها مهمة لتفادي انهارات حادة كالتي حدثت قبل بضع سنوات ولأي مدى الأسواق الخليجية بالفعل يعني تعمل على تطوير مثل هذه الآليات والإجراءات بالتأكيد أن هذه النقط كلها مهمة بمعنى أنه عندما تكون المعلومات متوفرة وبكثافة عن الأسواق المالية وعن الشركات الموجودة فيه ولا يكون هناك مجال لبث إشاعات أو انتشار أخبار غير حقيقية أو تكون القوانين أيضا الموجودة لإدارة الأسواق المالية واضحة جدا بالنسبة للمتداول للمتداول الصغير أنا لا أتكلم عن المتداول الكبير وعندما تكون هذه القوانين واضحة جدا وتحدد له المسار وتحدد له الرسوم وتحدد له أخبار هذه الشركات بعدالة وبشفافية عندما تكون هذه الإعلانات التي تصدر من الشركات تصل إلى جميع المتداولين في نفس الوقت وبنفس صياغة عادلة تصل لهم بالتأكيد هذا كله سوف يبث أنا أتذكر قبل 15 أو 20 سنة لم تكن هذه الآليات متوفرة بهذه القوة نحن نتقدم وهذا لا شك فيه ولكن كما قلت نسعى لأن نكون أفضل من ذلك بكثير أيضا فيما يتعلق بترقية السوقين أويد العودة معك سيد راشد لترقية السوقين في الإمارات أيضا والدوحة ستزيد الارتباط بالأسواق العالمية ألا يخشى من هذا الارتباط أن يكون له أثر سلبي على هذه الأسواق؟ أكيد بيكون له أثر ولكن هذا شيء متوقع يعني أنت اليوم كونك رضيت أنك تكون في الأسواق الناشئة والشغرة بالعامين بنسعى لأن تكون الأسواق متطورة يجب أن نقبل بهذه المخاطرة وهذا يعتبر شيء طبيعي اليوم سوقنا الحمد لله نتكلم على 40% من المتعاونين بالسوق هم غير مواطنين أجانب فطبيعي أن سوقك بيتأثر بأسواق العالمية هذا ما تعتبر الشغرة سلبية ولكن نتمنى أن نتعلم من أسواق العالمية نتمنى أن لما نستغطب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المؤسساتية أن ناخذ منها مفقط الاستثمار ناخذ منها المعرفة والدراية والقوانين التي تحثن على تطوير سوق بعد الأسواق الصاعدة هناك مرحلة الأسواق المتطورة أسواق المتطورة ما الذي يتطلب من الأسواق الصاعدة حتى تنتقل لهذه المرحلة في معايير خاصة بالأسواق المتطورة في معايير ومتطلبات لازم نسويها نحن كبنية أحتية وكأجراءات وكقوانين وحتى كشكل سوق من أحد القوانين لازم نتبعها عساس نكون طرف أو نكون مقبني في الأسواق المتطورة تحتاج إلى مدة كبيرة وإجراءات لتأخذ زمن أكبر في رأيك؟ بعضها مرتبطة بالسوق مباشرة وهذه نحن نقدر نحط لها خطة زمنية ونطورها بسهولة بعضها مرتبطة بجهات خارجية وهذه قد تأخذ وقت ولكن هدفنا الجاي إن شاء الله رب العالمين الأسواق المتطورة كانت لك تصريحات أيضا فيما يتعلق بالعلق بالعلام المحلي صرحت أن هناك ستدرج شركات المساهمة الخاصة وين وصلتوا في هذا الموضوع؟ جميع الشركات المساهمة العامة مدرجة في أما سوق بوضبي أو سوق دبي ونحن كسوق نشوف أن هناك فرصة موجودة متاحة للسوق أنها تتعامل مع الشركات المساهمة الخاصة فكان تنسيق بينه وبين هيئة الأوراق المالية والسل أن نصدر قوانين بكيفية إدراج وتداول هذه الأسواق وإن شاء الله رب العالمين نتوقع في الصيف الصيف هذا تطلع أو تخرج هذه القوانين وبعدها إن شاء الله بنبتدي في خطوة الإدراجات طيب مع كل هذا التطوير يعني أذهب بهذا النقاط وبالحديث عن تطور السوق الخليجي بشكل عام سوق الأوراق المالية هناك اتهامات سيد طارق الأسواق الخليجية على أنها أسواق مضاربة متى ستتحول إلى أسواق استثمارية وتتخلص مما يعرف بظاهرة الهوامير في رأيك عندما تكون حجم السيولة هي فعلا أسواق مضاربتية إلى حد كبير جدا عندما تكون حجم السيولة وحجم التداولات أكبر من قدرة أي تكتلات على السيطرة عليها سوف تختفي ظاهرة الهوامير كما أشرت عندما يكون هناك أنظمة ومعايير متكاملة بشكل تستطيع بشكل آلي وبآليات معينة مراقبة أي تداولات غير طبيعية وأن يكون هناك أنظمة وقوانين موجودة تطبق بشكل فوري على بعض هذه التصرفات سوف تختفي ظاهرة المضاربات عندما تكون طبيعة الشركات التي يتم إدراجها في الأسواق ضخمة وكبيرة جدا لا يمكن أن يتحكم بها فرد أو مجموعة أفراد في حركتها ومسارها السعريا في السوق سوف تتحول إلى استثمارية عملية تحويل المضاربة مفضلة بالنسبة للمضاربين لأنها ذات أرباح سريعة وكبيرة وخلال فترات قصيرة أما بالنسبة للإستثمار فهو يحتاج إلى سنة وسنتين البعض لا يرغب أن ينتظر هذه الفترة إذن أعتقد أن العملية التحاول سوف تكون طبيعية وما يحدث الآن أيضا هو شيء طبيعي في الأسواق المبتدئة والناشئة والصغيرة طيب أذهب بهذه النقطة إلى سيدرات يعني رفع التصنيف هل يغير هذا الأسواق من أسواق مضاربة إلى أسواق استثمارية أم أن الحال يبقى كما هو عليه طبعا هذا التصنيف مورغنستانلي أساسا هناك محافظ وصناديق استثمارية توجه استثماراتها بناء على التصنيف في المورغنستانلي طبيعيا بتدفق أموال جديدة بتدفق أموال ممكن تكون عن طريق صناديق طويلة الأمد فهذا يعتبر شيء من المتوقع له لكن هل يغير أعتقد أن السوق بحاجة إلى مضاربين بحاجة إلى مستثمرين قصير الأمد وطويل الأمد فإذا زاد عن حد المضاربة زاد عن حد بسبب المضاربين هنا مشكلة تحصل ولكن فيه فصاحات فيه شفافية فيه نوع من الكنترول على هذه التداولات ونحن كسوق فعلا نسعى أن نستقطب الاستثمارات المؤسساتية عن طريق الروتشوز ترويج السوق عن طريق اجتماعاتنا مع محافظة عالمية نحاول نبين لها الفرص المتوفرة في السوق والهدف منها أن نكثر أو نزيد من الاستثمارات المؤسساتية التي تخفض نوعا ما من التذبذب نعم لدي دقيقة سيد طارق هل تعتقد أن رفع التصنيف هو بداية عهد جديد للأسواق الخليجية خاصة في الإمارات وقطر لا شك في ذلك سوف يعطي لهم موثيقية ومصداقية أكبر لدى المستثمر الأجنبي على الأقل نعم إليك سيد راشد أيضا في النهاية مع دخول وارتفاع تصنيف هذه الأسواق ما الذي يمكن أن نقوله للمستثمر سواء كان من الهوامير أو من صغار المستثمرين نحن دائما نصيحتنا للمستثمرين أن في حال الرغبة في الاستثمار يجب أن تكون الاستثمار في المدخرات أولا وثانيا أخذ القرار يجب أن يكون مبنائي على أسس وعلى دراسات وعلى تحليلات معينة بحيث أنه لا يتبع القطيع في البيع أو القطيع في الشراء أو لا يعتمد على الإشاعات فدائما نحن نقول هذه الاستثمارات يجب أن تستثمر بطريقة متعارفة عليها وإلا يلجأ إلى محافظة نهدير استثماراتها أشكر كذا سيد راشد البلوشي الرئيس تنفيذي لسوق أبوظبي الأوراق المالية شكرا جزيلا لك وأيضا شاركنا في الحوار مباشرة من الرياضة الكاتب والباحث الاقتصادي طارق الماضي شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار